الحياة من ضمن التعليقات المهمة جدا جدا كنت عاوز اقول لكم الناس اللي بتسافر بلدان بره بفلوس كتيرة بعد شوية بتخلص الفلوس ويرجعوا تاني مصر وبيبقوا وديونين وبيفضلوا يستدوا فيه هزيه الديون بالله عليكم ما تسافروش على شغل غلة وفيه شغل بره فعلا وعقد ومضمون وشخص مش نصاب جاو اليوتيوب بتاعها الروح هناك ولا واحدة ابوها غني تحبنا غنيا تجاوزها وتصرف علينا او العكس ده بيكون في الافلام بس اا وجوا هنشتغل حاجة باليومية الصبح ونعمل مشروع بالليل ده صعب اوي 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 فاكر نفسه همان في مستردام الدول الاقصدها قوي اوي على مين العنم كله بيجري عليها عشان نشتغل فيها فالفرص اصعب مننا بكتير والمنافسة صعبة جدا هتلاحز ان الاجرة بدون خطة هي مأساة والله العظيم وفيه اا ماشي الف واحد على الف بينجح بدون شغل مسبق او عقد بس التسعمائة تسعة وتسين بيعملوا ده ما نصدقش كلام السوشيال ميديا والشباب اللي بتستفيد من سفر بتشغله وبياخد صمصرة اا هتلاحز ان فكرة انك هتاخد يدومك وتروح هناك ده مش بيعمل حل كتير جدا تبتروح هناك تأسس هناك يقولك ببلاش وما فيش تكلفة بعد شوية هتلاقي نفسك بتدفع ايجار وضرايب فما لك لو رايح تعمل كل حاجات دي فضع ده في الحسبان وربنا وفقك واكتبله كل خير بازن الله طبعا شكرا على هزيه نصيحة وفعليا يا جماعة وده اللي احنا بنقوله للناس بشكل مستمر لاما تسافر على شغلة صفر بر خاصة في خارج الخليج مضمونة يعني لقيت فرصة كويسة او انت قريدي رايح تشتغل لكن فعلا الناس بتبقى عندها امال فكرة همام في المستقدام وعمل مشروع هناك فيه ناس بتنجح ولكن فكرة النبيع كل حاجة اروح هناك للأسف مش بيكون افضل حل افضل سيناريو فضع ده في الاعتبار وي ربنا وفقك واكتبوا كل خير مرة تانية ده مش للإحباط ولكن فقط علشان تبقى الدنيا واضحة قدام حضراتكو بالتوفيق باذن الله